يشكو سكان بلدة الجديدة في محافظة الكرك من نقص حاد في مياه الشرب الأمر الذي يدفعهم إلى شراء صهاريج مياه ما يثقل كواهلهم المادية والمعنوية تفاصيل أوفى في هذا التقرير نقص حاد في مياه الشرب ببلدة الجديدة بمحافظة الكرك منذ سنوات الأمر الذي يدفع سكان البلدة لشراء صهاريج مياه خاصة لسد احتياجاتهم ما يثقل كواهلهم المادية والمعنوية المية الله وكي لك بتيجي كل أسبوعين ذلاثة وكل بشغل ما توره ويعني بتقعد لنا يومين ذلاثة وما بتيجينا وبرد تتنقط على المية ويسير منذ المنشاة في الشوارع بنعاني من الشوارع وبنعاني يعني الشوارع مكسرة بنعاني يعني الشارع هذا يربط بين أدر والجديد هذا الشارع معدوم من مرة انعدام الإنارة في شوارع البلدة وسوء النظافة العامة والإهمال لشوارع البلدة من قبل كافة الجهات المعنية هذا ما أفاد به سكان الجديدة كان نظافة يعني شبه معدومي الشغلات يعني كثيرة احنا عندنا هون متعددة في منطقة الجديدة ما في يعني كمان عندك انه المركز الصحي طبعا بعد المسافة ما بين منطقة الجديدة ومحافظة الكرك للمستشفى الحكومي تقريبا 35 كيلو ترد الخدمات العامة هو العائق الوحيد في وجه الجديدة فمشاكل متعددة كغياب مركز صحي للبلدة وحاجة الشباب لمراكز ترفيهية بات مطلبهم الوحيد نقوم بصيانة حقيقية وبالتالي بعض وحدات الإنارة إلها ثلاث سنوات ما اشتغلت وخطوط معطلة واضحة لكن بيجوا شركة الكهرباء لكن إمتى بيجوا شركة الكهرباء؟ شركة الكهرباء بيجوا الساعة تسعى بالليل بيقولوا صلحنا وما يعرف عنهم صلحوا وما صلحوا مواطنون البلدة قالوا إنهم تواصلوا مع الجهات ذات العلاقة منتظرين الحل الجذري لينهي هذه المعاناة التي تزداد يوما بعد يوم ترجمة نانسي قنقر